موسيقى مساء الخير نشرة لأهم الأخبار من كفا كاتفين افتتحها بأبرز العنوين الملك محمد السادس يرصد نواقص في مشروع الحكومة لتأهيل التكوين المهنية دوليا انطلاقة قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتنية وسط ملفات شائكة وفي الرياضة الكاف يصحب تنظيم نهائية بطولة أمم إفريقيا من الكاميرون أهلا بكم إلى التفاصيل ترأس الملك محمد السادس سمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصة لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهنية واستفسر الملك حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهاز سوس ماسا الذي سبق أن ترأس انطلاقته في الثامن والعشرين من يناير بأجدير حيث انتبه لتعثر هذا المخطط الذي لم يعرف أي تقدم منذ انطلاقه دعيا القطاع المعنية إلى تضافر الجهود قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة وخلال الجلسة قدم رئيس الحكومة إلى الملك مشروع برنامج تأهيل عرض التكوين المهنية الذي أعدته الحكومة بناء على التوجيهات الملكية وبعد اطلاعه على مكونات هذا البرنامج أكد الملك على ضرورة الانكباب على بعض النواقص التي تشبه وعلى مسألة ضبط مصادر وأليات تمويله يمثل رئيس مجلس النواب لحبيب الملك الملك محمد السادس في مراصم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد غدا السبت بالعاصمة مكسيكو وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الملك كان قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس المكسيكي الجديد بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة المكسيكية أعرب من خلالها عن أصدق التهاني والمتمنيات للرئيس بكامل التوفيق في مهامها وأكد الملك في هذه البرقية للرئيس المكسيكي على حرصه على العمل المشترك من أجل أعطاء دفعة جديدة وقوية لعلاقات التعاون بين البلدين نظمت لجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم النظور ورمس الخميس دورة تكوينية لفائدة مجموعة من الجمعيات والتعاونيات والهيئات الشريكة للمبادرة ريبرتاج لمحمد زريوح الدورة التكوينية هدفت إلى تطوير وتجويد أداء الفاعلين المدنيين المستفدين من دعم المبادرة على مستوى الإقليم إضافة إلى المساهمة في التنزيل السليم لهذه المشاريع على أرض الواقع هذه الدورة تكوينية في مرحلتها الأولى همت موضوع تتبع وتقييم المشاريع التنموية وقد كانت من إكساب المستفيدين مجموعة من المهارات ومجموعة من الأدوات التي سوف يقومون باستعمالها في إطار تتبعهم وتقييمهم لمشاريع التي تحصل على دعمها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شيء الذي كان له إنعكاس إيجابي جدا وخلف أصدع طيبة لدى أوسات جميع المستفيدين وهذه الدورة ستلوها دوارات أخرى في مواضي أخرى إن شاء الله دوليا تنطلق اليوم الجمعة قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتانية بونوس إيرس ويتضمن جدول أعمال القمة نقاشات بشأن التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي وتقوية النظام المالي العالمي وتعزيز آليات الرقابة عليها والهجرة واللجوء وتغير المناخ ومحاربة الإرهاب وعلى همش القمة سيعقد زعماء مجموعة العشرين اجتماعات منفصلة أبرزها اجتماع الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني حيث من المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاق تجاري ينهي أشهرا من الحرب التجارية بينهما بسبب رسوم الصادرة المتبادلة إلى الولايات المتحدة حيث كشف توم بيريز رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي أن الديمقراطيين سيخضعون رئيس دونالد ترامب وكذل حزب الجمهورية للمساءلة في إطار دولة القانون وأشار رئيس الديمقراطيين أن الاحتمال يتزايد بشأن بدء إجراءات عزل الرئيس الأمريكي وأكد بيريز أن رغم المعارضة التي أبدتها زعيمة الديمقراطيين نانسي بيلوسي فيما يخص إجراء العزل إلى أنه من المحتمل أن تغير رأيها بعد تقديم الأدلة التي تثبت التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية رياضيا قرر الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة سحب تنظيم هائية بطولة أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون لعدم جهزية الملاعب لاستضافة العرس القرية وجاء القرار خلال اجتماع للجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي اليوم في العاصمة الغنية حيث فتح المجال أمام الدول الراغبة في استضافة البطولة ضرورة التقدم بملفاتها بشكل فوري في خبر آخر رفض نادي ريفر بلايت العقوبات المفروضة عليه من جانب اتحاد أمريكا الجنوبية والقرار الذي ينص على خوض مباراة إياب نهائي كأس لبرتادوريس أمام بوكا جونيورز على ملعب سانتياغو برنابيو وقال ليفر بلايت في بيان إنه سيتقدم بالمقترحات القانونية والطعون ضد القرار الذي أصدره الاتحاد بشأن العقوبات المالية وتغيير مكان إياب نهائي كأس لبرتادوريس وحظ الجماهير في مبارتين رسميتين في البطولات القرية مشاهدين بهذا نصل إلى ختام النشرة لمزيدنا الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كما بإمكانكم تحميل تطبيق كما كاتبان تيفي المتاح حاليا على أنظمة أندرويد وآي او اس شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر